مكينة الطباعة هذه قد تتوقف عن الدوران المستقبلة حال إكرار مجلس النواب المصري مقترحاً بإلغاء طباعة الكتاب المدرسي والانتقال إلى تجربة التعليم الإلكترونية مؤيد الفكرة يقولون أن تطبيقها من شأنه أن يوفر نفقات الطباعة التي تقدر بنحو 100 مليون دولار سنوياً كما أنها خطوة لمواكبة التطور التكنولوجي والنهوض بالعملية التعليمية في البلاد أول ميزة نحن نوفر فلوس هي خطوة قدام دي متفقين فيها تماماً خطوة قدام في تعليم أفضل والارتقاء بالخدمة التعليمية المقدمة لأولادنا ثانياً الموضوع الأهم بنتلاشى مشكلة تأخير استلام تسليم الكتب للطلبة في العام الدراسي فيه مشكلة في المدارس دلوقتي كمان موضوع الجدول المدرسي الجدول الدراسي ده موضوع الجدول ده مثلاً في بعض المدارس بيتغير مثلاً في الشهر 3-4 مرات فالولد بيضطر أن يشتير الكتب المدرسية كلها علشان يروح بها المدرسة اللي هو مش عارفه النهاردة إلا عليه لكن المعارضين يرون أن المقترح غير عملي كما يفتقد إلى العدلة الاجتماعية في ظل عدم توافر البنية التحتية اللازمة لتطبيقه في كثير من قرى مصر ونجوعها تحويل هذا المقترح إلى قرارات فعلية وتطبيق على الأرض الواقع سيستغرق لا يقل عن 15 عام فعند لدينا تحقيق واقعياً يتطلب أن تتوافر بنية أساسية في الدولة المصرية في النجوع والريف وفي كل المحافظات تمكن المدارس من أن تتعامل تكنولوجياً طباعة الكتاب المدرسي تعد نشاطاً أساسياً لمؤسسة صحفية قومية في مصر ومصدر دخل لها حيث تستثمر فيها ملايين الدولارات كما أنها توفر فرص عمل للآلاف لذا فإن بعض القائمين على إدارة هذه المؤسسات يرون أن إلغاء طباعة الكتاب المدرسي يهدد بإغلاقها من 60% ل70% من الموازنة بتاعته كتاب الوزر فبالتالي أن دي تأصل معي جداً جداً في الميزانية تعمل لي مشاكل في الميزانية وخاصة هو إراد أي مؤسسة صحفية أول حاجة بالنسبة لي أنت بالترتيب كتاب الوزارة التربية والتعليم رقم اثنين إذا كان في إعلانات رقم ثلاثة إذا كان في تجاري طيب ما تيجي يقول لنا نبصي كان نشوف الإعلانات جرالها إيه الإعلانات كلها قلت ويستند مقترح فكرة الكتاب الإلكتروني إلى أن هذه التجربة مطبقة في دول كثيرة منذ التسعينات من القرن الماضي ومن بينها دول نامية رغم ترحيب البعض بفكرة إلغاء طباعة الكتاب المدرسي والانتقال للتعليم الإلكتروني ترشيداً للنفقات ومواكبة للتطور التكنولوجي إلا أن هناك من يعارض ذلك لعدم توفر البنية التحتية لتعميم هذه الفكرة في المدارس فضلاً على اعتماد مؤسسات صحفية كبرى كهذا على طباعة الكتاب المدرسي كمصدر للدخل والاستمرار مسلم خنديل الحرة القاهرة